تسعة ستة وتسعين متر مكعب. انت كده يا باشا عملت ايه? بتعمل حصر انت وشغلت. عرفت الفايدة بتاعة الطريقة اللي احنا بنتكلم عليها دي. كده قلت لك ان في معلومات قضية. هنكمل مع بعض في الجزء التاني الخاص بورشة تصميم. في برنامج جوجل سكتش اب. اتعلمنا الفيديو السابق. ان احنا ازاي نرسم ارض المشروع. وازاي نرسم رصيف المشروع. طيب. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نرسم الاعمدة بتاعة المبنى. ولكن بطريقة ما اعتقدش ان حد شرحها لك قبل كده. فارجاءا تكمل الفيديو للنهاية علشان اوعدك انك هتلاقي فيه معلومات جديدة عليك بازن الله تعالى. قبل ما هنبدأ هنحتاج ان احنا بس ننظم الشغل بتاعنا شوية. عرفنا ان في حاجة اسمها او تاجز في برنامج جلوة هي عبارة عن بتنظم لي مشروعي. طيب لو تلاحظ ان في عندي رصيف وفي عندي ارض المشروع في عندي ملف الاوتوكات. وملف الاوتوكات اللي احنا كنا صدرناه من برنامج الاوتوكات عبارة برضو عن مجموعة تانية. انا شاف ان في زحمة. عايز اخفز زحمة دي. اعمل ايه? هتلاقي جنب علامة التاجز دي هتلاقي فيه اد تاج فولدر. اضغط عليها. هتلاقي اعمل لك فولدر. اكتب عليها اوتوكات. سمي الفولدر ده اوتوكات. واضغط كليك منبرة. هتدي اخد ملف الاوتوكات بتاعي اللي ارز خاصة بملف الاوتوكات. اختارها كده. تبقى زرقة. وابتدي اسحبها واروح للفولدر بتاعي. كده اللي ارز الخاصة بملف الاوتوكات. دخلت جوه الفولدر الخاص بالاوتوكات. طيب. هلاقي برضو في اسمها وندو. هاختارها كده واسحبها واروح للفولدر الخاص بالاوتوكات. بنفس الطريقة هتدي اختار كل اللي ارز بتاعتي بهذه الطريقة عشان اسحبهم كلهم مراحة. كل اللي ارز لنا واخدها من الاوتوكات. هتدي اختارها واعمل لها موف الاعلى بهذه الطريقة. واروح للفولدر بتاعي. وحطهم جوه الفولدر بتاعي. لو رحنا افلنا الفايل ده. هتلاقي ان كل الخطوط الخاصة بالاوتوكات دخلت جوه هذا الفولدر اللي حبيت اخفيها كلها. هاخفيها بسهولة. بعد كده هلاقي عندي واجهات. برضو نفس الكلام اختاره واروح للفولدر واقفله. هيفضل عندي رصيف المبنى وارض المشروع. بعد كده اول حاجة هنعملها هنخفي اللي ارز الخاصة بالرصيف واللي ارز الخاصة بارض المشروع. هنروح نضغط على علامة دي. وعلى العلامة دي. عشان يفضل معي خطوط الاوتوكات فقط لغير. هنروح لامر. وابتدي على النموذج ده. واضغم كليك 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 هيتكون معي سطح دابل كليك عليه كليك يمين واسميه من الكمبوند واسمي ده عين واحد جميل جميل ده كده نموذج معي طيب النموذج اللي بعده ده بنفس الطريقة هبتدي امشي جنبه او عليه بهذه الطريقة هيتكون معي سطح دابل كليك عليه كليك يمين واسميه مايك كومبوند هسمي ده عين اتنين عين اتنين كريات اسف عين اتنين عين اتنين كريات لهذه الطريقة انا كده رسمت اتنين نموذج هيتبضل معي نموذج تاني اللي هو في الاخر ده بنفس الطريقة اهو دابل كليك كليك يمين ميك كومبوند تعين تلاتة تعين تلاتة جديد جميل جدا بعد كده هخش على النموذج اللي بعده اهو نفس الطريقة دي وابتدي دابل كليك كليك يمين ميك كومبوند عين اربعة عين اربعة جميل على الناحية التانية اللي هي عين خمسة اهو يبقى انا بختار عمود من كل النموذج وابتدي اعملو كومبوند ده اللي انا بعمله دابل كليك يمين ميك كومبوند عين خمسة يبقى انا كده عندي كم نموذج عندي خمس نمازج اخر نموذج النموذج لفا منتصف وابتدي اهو ده دابل كليك كومبوند عين ستة سمي ده عين ستة كريت جميل جدا تعالى وليكن عن نموذج ده اختاروا واحد فيهم او اختاروا موف كنترول وابتدي تعالى كبيروا في الاماء في الاعمدة اللي شبهوا بهذه الطريقة اهو طبعا ده المفروض نفس المجاز يعني بس يجامل اوتوبات مش مظبوط وهو بعد كده تعالى اضغط عليه كده وقول له بوش اربعة متر ولاحظ اللي هيحصل بوش اربعة انتر هتلاقي ان كل الاعمدة اللي واخدها نفس الشكل اترفعت كلها مرة واحدة يعني كمان لو جيت اعدل اصغر واحد فيه ومكبر واحد هيتعدل معي بسهولة اعمله واطلع برة الجروب ده يميل تعالى على الناحية التانية على العمود او اختار العمود اللي انها عملته وقول له كنترول وتعالى كرروا برضو بنفس الطريقة دي اهو تعالى كرروا بنفس الطريقة دي واختاروا ضابل كليك عليه وبوش اربعة متر اهو برضو هتلاقي نفس الاعمدة التانية اتعاملت معاك بكل سهولة تعالى على العمود ده وقول له موف كنترول لها النموذج التاني اهو وحن كبيره هنا وحن كبيره فين تاني في اللي شابهه طبعا حلق اهو تشبهه كنتاني اعتقد ده لا مش ده ماشي حلاقي تمام بموه دول بس عليه بوش لقعلى اهو اخليه اربعة متر اهو يبقى الباقي تعمل معك تعالى للنموذج ده اختاروا وقول له كنترول حناخد نسخة انا بحاول اصرع شوية بس عشان الناس ما تملش معايا دول اتنين دول شابه بعض اهو طب الكليك عليه بوش لا اعلى اربعة متر اهو الباقي اتعامل معايا بكل سهولة تعالى للنموذج ده كنترول اهو وكبيره عشان دول شابه بعض بنفس الطريقة دي بعد كده اختار دول كليك عليه ووش اربعة متر اهو نفس الطريقة دي تعالى بجاء للعمود ده هناخد منه نسخة الناحية التانية اهو نسخة هنا كنترول كوبي طبعا ده نموذج واحد كله مجالس واحد يعني فبالتاني انا كبير كل الاعمدة اللي شابه بعض ده هاسحابه كده شوية اهو نفس الطريقة دي واقول له كنترول بتجيبه هنا كنترول اهو كنترول عشان اخد نسخة كنترول عشان اخد نسخة وحتجيبه هنا كنترول مع كليك يجي نسخة اخد نسخة اخد نسخة اخد نسخة اهو هل في اعمدة تاني او في شغل العمود ده هعمله من هنا لهنا اسف من هنا كده هنا تسعين درجة واقول له موف تعالى يا حبيبي من هنا كده تعالى هنا بعد كده هخش ده اي واحد فيهم واقول له بوش لاعلى لاسف لاعلى اربعة متر بهذه الطريقة يبقى انا عملت ايه انا انا عملت كل الاعمدة الخاصة بالمشروع بتاعي ومجرد مختار عمود هتلاقي ان بتطلع لك داتا ان ده عمود خمسة وشوف بقى المفاجئة بتاعه سبعة تلاتة متر مكعب سبعة تلاتة متر مكعب تعالى العمود غيره هتلاقي برضو بيجيب لك عمود عين اتنين تسعة ستة وتسعين متر مكعب انت كده يا باشا عملت ايه بتعمل حصر انت وشغلت عرفت الفايدة بتاعة الطريقة اللي احنا بنتكلم عليها دي كده قلت لك ان في معلومات قد يكون ما تعرفهاش قبلك جميل جدا بعد كده هنعمل ايه بقى هنيجي للاعمدة دي كلها نختارها لكي مين نختار دي كل الاعمدة اللي شابه بعضها وتعالى في الاول للانتيتي ونختار اللي يرسل خاصة بالاعمدة بعد كده هنختار الاعمدان التانية دي او ممكن بكل طه البساطة نختار كل الاعمدة بتاعتنا كل الاعمدة بتاعتنا مرة واحدة من الشمال اليمين والروح نختار اللي يرسل خاصة بالاعمدة علشان لو حبينا نطفي الاعمدة دي يتنطفي معنا بكل وصورة وتقدر تعمل خاصة بكل نموذج لوحده بس هو ده كل اللي احنا عايزين نقوله في فيديو بتاعنا النهاردة يا رب يا رب ما يكونش الفيديو طويل ومملة على حضراتكم بس يعني الواحد مش عايز يعني يخبي معلومة او يكون في اضافة حدث طفلكم ويخبيها عنكم شكركم نلتقى في فيديو اخر باذن الله تعالى